دين عظيم جاء من وحي الاله يسكو له عدم النوم ليلا فما بارطاه الحبيب المصطفى ما بارطاه وما هو الدواء الذي سلمه إياه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه ذكرة وعصيلا وأشهد أن لا إله إلا الله بذكره طقمئن القلوب قال حبيب الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه رأيت ليلة الإسراء رجلا مغيبا في نور عرش الرحمن جل جلاله فتألت الأمين جبريل أهو ملك قال لا قلت أهو نبي قال لا قلت فمن يكون هذا قال لا رسول الله هذا رجل من أمتك لسانه رقب بذكر الله وقلبه معلق بالمساجد ولم يسب والديه أبدا يا رب إن شمس النهار تغرب بالليل وشموس القلوب ليست تغيب وإن آمنا إن أسبر سترا فإلى ربها تحل القلوبه وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد الرسول الله قال في حديثه الشريف أرضهم من وطيه لتقدعوا وطيه خير الدنيا والآخرة قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدلا على البلاء صابرا وزوجتا لا تخونه في نفسها وماله سيدي يا بلقاسم يا حبيب الله وخصصت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقامه لك ماذا يقول الماد حولا وما عسى أن تجمع الكتاب من محلاك صلى عليك الله يا علم الهدى ما غبت النسائم وما لاحت على العيك الحمائم أما بعد فلاحوات الإسلام وحراس العقيدة لما ذهبت إلى جامعة العقائد الإسلامية وفي قسم الإيمان لأقدم الدرس الثالث عثر رأيته لك إسارة تأمرني أن أذهب إلى صيضلية الحبيب محمد وهذه الصيضلية مباركة مكتوب على بابها وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين يا معاشر السادة وإنما حددت اليوم للذهاب إلى صيضلية المصطفى ليقدم لحضراتكم الدعاء بعدما تخصنا الدعاء فما أجملك قبل عبد الله عندما تشخص الدعاء وما عظمك يا حبيب الله عندما تصف الدعاء دواء من أي مرض من مرض السدع من مرض الخرص من مرض القلق من مرض العرق من مرض الافتراض إن هذه الحياة مليئة مليئة بالبلاء مليئة بالشدائد ولذلك أقسم خالق الإنسان قائلا لا يقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان فيك بد هذه هي الدنيا هي الضار ما الأنفاس إلا لهائب لديها وما الأجساد إلا حقر إذا أحسنت يوما أتنعب حظبي فإحسانها سيف على الناس بافر فرب الفتاة حتى إذا تم عمره دهته كما رب البهيم تجازر فإن تكن الأيام صرقنا بيننا فكل مرئ يوما إلى الله طائر معاشر الإخوة الأعزاء بشر أحد الصالحين بمولد غلام له فلما بشر بمولده بكى قالوا له يا ربض الله أتبكي وقد رزقك الله بغلام ذكر ما يبقيك فقال لهم بلسان اليقين هو منطق الحق المبين أبكي لأنه اليوم قد مات قالوا وكيف وقد غلد قال لهم لأن كل من كتب له أن يولد مكتوب عليه أن يموت إن المقادير العليا عندما وزعت علينا بطاقات المواليد واسترمناها من السجن الإلهي نرى مكتوبا في كل بطاقة منها الخانة الأولى ولد يوم كذا والخانة الثانية سيموت في يوم كذا فالكلمتان مكتوبتان في ورقة واحدة واسألوا هذا الميت الذي يجلس الآن بيننا اسألوه ما براء بعد ما فارق الدنيا كل ابن أنت وان طولت سلامته يوما على آلة حذباء من قولوا فإذا حملت إلى القبور جنازة فاغلم بأنك بعدها محمول لا مفر من لقاء الله يا معاشر الثادة غدا سيكون هناك لجان وامتحالات للطلاب وإذا كان الطلاب يقرقون ويفزعون من سيرة الامتحال فماذا نفعل يوم القيامة عند الامتحال القهضم لن يكون رئيس اللجنة عبدا من عباد الله ولن يكون المراقبون بشرا من الناس ولن يكون الساهل والسابة إن الذي يسألنا هو الذي يقول ونظر الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم لقس شيئا وإن كان مثقال حذة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين إن النجال التي ستكون معنا إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعلى الشمال قحيد ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد مهاشر الثادة الأمادد وعندما تستد من الحياة فإن الإنسان قد يرى أخلاما مفزعة في منامه فيما أيام الامتحالات فماذا نصنع في هذه الرؤى المفزعة لأكتو إلى النبي صلى الله عليه وكلم في صيضليته العظمى أشأله وأقول له ماذا نصنع عندما نرى في المنام أحلاما مفزعة اسمعوا إلى الدواء الشافي يقول صلوات ربي وسلامه عليه الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا الرؤى محدكم رؤيا يكرهها فليستعر بالله من شرها ولا يحدث بها أحدا فإن لها لا قبر هذا دواء رسول الله إن علماء النفس وعلى وقته الضريد يفسرون الأحلام تفتيرا بعيدا على الأوام الله ويرون أن الرؤى والأحلام ما هي إلا صور تظهر من الرقم الضاطل والإنسان نائم أما الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام فيخبر أن الرؤية الصالحة من الله ولذلك قال في الحديث الصحيح لم يبقى بعد من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات يا رسول الله قال الرؤية الصالحة ولذلك رأت أم المؤمنين الرائشة ذات ليلة ثلاثة أقمار فقط من السماء في حجرها فلم نخبرت أباها بذلك قال لها أبو بكر سيدفل في حجرتك ثلاثة من عظماء الرجال وكان أول عظماء محمد بن عبد الله وكان الثاني أبا بكر الصديق وكان الثالث عمر الفاروق الرؤية الصالحة من الله ولذلك جاء رجلان إلى ابن سيرين قال له أحدهما يا ابن سيرين لقد رأيت في المنام أنني وزي فنظر ابن سيرين في وجهه فوجد في وجهه عبارة المعاصي فقال له أن تسارق وقال الثاني يا ابن سيرين لقد رأيت في المنام أنني أؤمن فنظر في وجهه فوجد في وجهه نور الصلاح فقال له ستحج بيت الله الحراب فقال الجالسون عجبا لك يا ابن سيرين كيف استنت إلى قولك في هذا وذات فقال أما الأول فهو عاصل فبكرت فيه قوله تعالى فأذب مؤذن أيتها الحير إنكم لا تارقون وفبكرت في الثاني قوله تعالى ثم وعذن في الله بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق نعاشر السادة الأعزاء وهو ذا وجل يأتي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيسأله ويقول له يا أمير المؤمنين رأيت في المنام أن الشمس والقمر يختتلان فقال له عمر ومع من كنت تحارب قال له كنت أحارب من القمر ضد الشم فقال له ستفعل شيئا يغضب الله جل جلاله قالوا لما قال لأن الله تعالى يقول واجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ومضت الأيام وإذا بالحرب تنشب بين اليزيد والحسين رضي الله عنه فكان ذلك الرجل مشتركا مع قتلت الحسين وهكذا صدق تأويل أمير المؤمنين عمر ماذا نفعل يا حبيب الله إذا رأينا رؤية تفزعنا إن الحبيب يقول الحلم من الشيطان ومعنى الحلم أي رؤية جنسية قد يرى النائم في الملام أنه يأتي عملا جنسية فهذا من الشيطان أما إذا رأيت رؤية تفزعك وتقلق مضجورك فلا تحزن ولا تخط إنما تحول من جنبك الذي أنت عليه إلى الجنب الآخر وقل من نومك وقل نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تذكرها لأحد فإنها لم تضارك بإذن الله تضارك وتعالى تعالوا بعد ذلك لنصلف دواء الآخر دواء الآرق دواء عدم النوم ليلة وألا أرجع هذا الدواء لأصحاب اللوافظ المضية الذين يذاكرون ليلا وأسألوها لهم الحون والإعالة إن أيام الانتحالات أيام أرق وأيام قلق فماذا نصنع لنستريح بالنوم القليل اسمع إلى وكالة الأنباء العائسية وقد أخبر تمر المؤمنين عائسة قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له خدم النوم ليلا فماذا أعطاه الحبيب المصطفى ماذا أعطاه وما هو الدواء الذي سلمه إياه قال له إذا أويت إلى مضجحك فقل أعوذ بكلمات الله التامة من عضبه وعقابه وشر عباده ومن عمزات السواطين وأن يحضرون هذه تذكرة دواء من صيبلية المصطفى واخذها الرجل واستعملها وقال ثم المؤمنين بعد ذلك جاء الرجل بعد ثلاثة أيام إلى الحبيب المصطفى وقال له يا رسول الله لقد أذهب الله عني كل شيء ولقد نمت مطمئنة وذهب الخوف من قلبي والذي بعثك بالحق يا حبيب الله إني أستطيع أن أدخل على الأسد في حريمه ليلا قوي قلبه ثبت لسانه أذهب الله عنه فزعه وجزعه معاشر الإغوة الأماجد وأنتقل إلى التذكرة الزالكة أرهام الشيطان وزاوس الشيطان إن الشيطان يلقي الوساوسة للقلوب وما مس حاجتنا إلى هذه الأدوية من يد الرسول صموات ربي وسلامه عليه دواع التثبيت دواع التأييد دواع السكيلة دواع الطمالينة اسمع إلى الإمام مالك بن أنس يروي فيمه فيقول اجتمع في السياطين على كيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدفقوا من الجبال والأوجية ليكيد الحبيب محمدا وهو واقف ليصلي بين يده الله سياطين الأمر اجتمعوا على مبعوث الحماية الإلهية ولما تحركوا هبط سفيع الأنبياء جبريل على الرسول محمد هبط طورا بأمر من القيادة العليا من الجبار جل جلاله وعلمه هذه الكلمات الطيبة التي تدفع كيد السياطين قال له يا رسول الله قل اعود بكلمات الله التامة من شر ما خلق وضرها وضرها ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما ينرج إليها ومن شر فتن الليل والمهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يترق بخير يا رحمن هذا دواء كيد السياطين لا داهي للذهاب إلى الصحرة فمن ذهب إلى ساحل وصدقه فيما قال فقد كثر بما أنزل على محمد ومن ذهب إلى ساحل ولم يصدقه فيما قال ولكنه ذهب إليه ومشت إليه قدما لا يقبل الله منه صلاة أربعين يوما مجود الذهاب إلى الصحرة شكرا شكرا شكرا